بعد سنوات من حرمانه من التعليم الأساسي تجهز بطولة محمد النازحة التي تعيش في مخيم خارج مقديشة وابنها نوح للحاق بمدرسة تقدم التعليم الأساسي لأطفال نازع هذا المخيم بخضوات سريعة ينضم نوح عبدالقادر ذو تسع سنوات إلى مئات من أطفال هذا المخيم الذين يبدأون صباحهم البدرسية فيه بوجبة فضور قد تعينهم على الجلوس لساعات على مقائد الدراسة والمدرسة عبارة عن خمس غرف يجلس فيها نحو ستمائة تلميذ يدرسون المواد الأساسية في الفتراتين الصباحية والمسائية وتقول النظيفة حسين صاحبة المبادرة والعملة في مجال دعم النازحين إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لدعم النازحين حيث يعيش آلاف الأطفال من المشردين بدون تعليم بدأت هذه المبادرة بخلوة قرآنية ثم أنشأت هذه المدرسة لدعم أطفال النازحين الذين يعانون من الأمية أدعو جميع القادرين إلى دعم هؤلاء الصغار لبناء مستقبلهم ويعمل في المدرسة 12 مدرساً متضوعاً يدرسون المواد الأساسية اعتماداً على منهج وزارة التعليم الشومالية نحن نساعد هذه السيدة المتطوعة التي أنشأت هذه المدرسة وأدعو كل من يستطيع أن يساعد هؤلاء الصغار الذين بادئوا يندمجون في المجتمع ووصلوا إلى مستويات عالية من التعليم الأساسي كنت في البيت وكنت ألعب فقط وتم إلحاق بهذه المدرسة وأنا سعيدنا الآن لأني أستطيع أن أكتب وأن أقرأ الحمد لله أبناؤنا حصلوا على تعليم بفضل هذه السيدة ونتمنى أن تتحسن أحوالنا بشكل عام ونجد مساعدات دائمة ويحرس القائمون على هذه المبادرة التي آتت بالنتائج مشجعة على نشر هذه الفكرة وإيصالها إلى المخيمات المجاورة عبد الرحمن بخارة العربية مقديشو